وعودة لنشاط الرئيس عبدالفتح السيسي حيث اجتمع سيادته مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية وكذلك مدير مشروع مستقبل مصر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة في إطار الدلت الجديدة وشرق العينات وتوشكا وصعيد مصر وطلع رئيس السيسي في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر في إطار الدلت الجديدة فضلا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وأبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء وذلك من خلال محطات كهرباء الدلت الجديدة وقد وجه رئيس السيسي بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في محافظتي المينيا وبني السويفة بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع السوب الزراعية في قطاع اللهون على محور أسيط الغربي جنوب الفيوم وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية بمنطقة شرق العوينات حيث وجه رئيس السيسي بتطقيق أدراسات بمنطقة شرق العوينات نظرا لطبيعتها الجغرافية ونوعية التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة مع انطقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها بالمنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل